مع قرب تقفيل سنة كاملة من عدوان إسرائيل على غزة وبينما الاحتلال بيواصل المدابح في القطاع وناتنياهو عمال يلعب بالوزطاء في التفاوض ومعهم أمريكا عشان يهرب من أي صفقة توقف الحرب جيت لإسرائيل رسالة من ناحية تانية خالص زودت القتلى بتوعها 3 عسكريين الرسالة جيت من الأردن والناحية دي لو ولعت هي كمان هيبقى خبر وحش جدا للاحتلال لأن ساعتها الأمور ممكن تفلت بجد إيه اللي حصل وليه حصل وإزاي ناتنياهو هو السبب فيه فلونا نشوف طبعا حضرتك عارف إن بموجب اتفاقية أوسلو المفروض يعني إن فيه كيان سياسي فلسطيني اللي هو بتحكمه سلطة أبو مازن الكيان السياسي ده مكون من جزئين رئيسيين هما غزة والضفة الغربية وغزة في 2007 خرجت من إيد أبو مازن لما حماس سيطرت عليه وفضلت معاه الضفة الغربية اللي جنب الأردن عشان كده فيه تلت بوابات أو معابر بين الضفة الغربية والأردن معبر منهم ليه تلت أسماء اسمه معبر الكرامة عند الفلسطينيين واسمه معبر جسر الملك حسين عند الأردنيين واسمه معبر اللينبي عند الاحتلال وبما إن المفروض يعني إن فيه سلطة فلسطينية فالمفروض برضو إن الجزء الفلسطيني من المعبر تشرف عليه سلطة أبو مازن لكن لأن في فلسطين المحتلق مافيش حاجة طبيعية فالاحتلال هو اللي مسيطر على المعبر من ناحية الضفة وحطت فيه عساكرو مع الموظفين العربي او عساكرو دول اتقتل منهم ثلاثة بطلقات مباشرة في الراس يوم الحد اللي فات فجأة كده لما مواطن اردني من سوائين شحنات البضايع اللي بتعدم المعبر من الناحية الاردنية للناحية الفلسطينية طلع مسدسه وضربهم بالنار الراجل وصل بعربية النقل اللي بيسقها للمعبر ولما عدى للناحية الفلسطينية الاسرائيليين فتشوا العربية وكله تمام وفجأة هناك ما تشوف اللي النور الراجل راح مطلع مسدسه وضرب ناره على عساكرو الاسرائيلي التلاتة وقتلها وبعدها عساكرو من الاحتلال ادروا اقتلوه مجرد ما الخبر انتشر في الاعلام اتنشرت صورة من جواز سفر مواطن اردني اسمه عبدالسلام الزعبي على اساس ان ده لنافذ العملية بس بعدها الاحتلال نشر صورة جواز سفر منافذ العملية الفعلي واسمه ماهر الجازي ومجرد ما العملية خلصت الاردن اعلنت انها فتح التحقيق والاحتلال راح قابض على كل الموظفين العرب في المعبر اللي في الناحل الفلسطينية وقابض كمان على سوئين عرب كانوا مستنين دورهم في العبور وقفل كل المعابر بين الاردن وفلسطين المحتلة وبكده يكون بدأ حصار تاني للضفة الغربية زي اللي مفروض على غزة لان الاردن اعلنت ان معبر جسر الملك حسين هيتفتح تاني يوم بس الاحتلال قالك مفيش الكلام المعبر هيفضل مقفول لغات لما احنا نقول وفي المقابل الاردن حالفة طلاق ثلاثة ان العملية دي عملية فردية وما ينفعش تأثر على الترتيبات الامنية لإدارة المعابر مع الاحتلال بس طبعا اسرائيل ولا فارق مع الكلام الفكرة ان معبر الكرامة او جسر الملك حسين هو المنفذ الوحيد والحصري اللي بيربط الفلسطينيين في الضفة بالعالم ومنه بيخرجوا وبيسفروا لأي مكان من خلال مطارات الاردن ومنه برضو بيدخلوا وهم راجعين لان المعبرين التانيين بين الاردن والاحتلال مهماش في الضفة واحد منهم مخصص للسياح وده معبر الشيخ حسين وبرده ليه اسمه تاني ومعبر نهر الاردن والمعبر التاني مخصص لعبور الاسرائيليين وبس واسمه ودي عرب عشان كده اغلاق الاحتلال لمعبر لمبي هو خن للضفة الغربية اللي مخنوقة اصلا بالعملية العسكرية الاسرائيلية الكبيرة اللي بقالها كم اسبوع ومن اول الحرب ومن قبلها اسرائيل ما بيتبطلش هجمات واعتقالات هناك ده غير اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والعملية العسكرية الاخيرة الوحدها قتلت حوالي 21 فلسطيني منهم 8 اطفال بالتالي الاحتلال جيت له فرصة عشان يكمل على الضفة بقى وفاكر انه كده بيعاقب اهلها وبيعاقب الاردن اللي كتير من سكانها فلسطيني وبالتالي بيزوروا اهلهم في الضفة من خلال معبر اللمبي مع ان واقع الحال ان الاحتلال بيعاقب نفسه ازاي؟ هنفهم الاجابة مع بعض لما اقولك ان قبل عملية ماهر الجازي بحوالي 4 ايام فيه شخص جي من ناحية الاردن وقرب من الحدود مع الاحتلال وضرب نار على العسكر الاسرائيليين وهرب وفي ابريل اللي فات شخص اردني برضو عبر الحدود مع الاحتلال وضرب نار على دورية حدود صهيونية ورجع ومعرفوش يمسكوه وقبلها بشهر الاحتلال قبض جوه الارض المحتلة على اتنين اردنيين اتسللوا من الحدود ومعهم سلاح وذخيرة عشان ينفجوا عملية ضد الاحتلال ردا على جرائمه في غزة بالضبط كده زي ما انت فهمت الشعور بالعجز وخذلان الحكام مع مشاهد اطفال غزة بيحركوا الحاجة اللي محدش عامل حسابها وهي الرد الشعبي لان فكرة الرد الشعبي او الرد الفردي او العمليات النوعية دي جزء من الصراعات اللي من النوع دي خصوصا مع غطراصة القوة اللي بيتصرف بها نتنياهو وبيقول يا ارض تهدي ما عليك قدي الغطراصة دي طبعا نتنياهو مسنود فيها على الرضوخ التام من حكام الدول العربية حواليه ونأسي ان في طوفان من البشر الغضب بياكلهم على اللي بيحصل لاخوانهم في غزة والضفة خصوصا لما كون الاخوة دي حرفية زي اللي بين كتير من سكان الاردن وبين قريبهم في الضفة نتنياهو والاسرائيليين لانهم من غير تاريخ فمش مهتمين بالتاريخ اللي بيقولوا ان الأردن من زمان قوي بتطلع منه عمليات ضد الاحتلال رغم سياسات الملك حسين الدعمة لإسرائيل ومن بعده ابنه الملك عبد الله العمليات دي بالمناسبة مش دايما مرتبطة بعضوان صهيوني على الفلسطينيين وبعضها حصل في عزة تقارب بين الأردن والاحتلال يعني مثلا سنة 97 بعد ثلاث سنين بس من معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال اللي اسمها معاهدة وادي عربة جندي من حرس الحدود الأردنية ضرب نار على مستوطنين في الناحية التانية من الحدود وقتل منهم سبع ولما اتقبض عليه قال ان السبب هو ان المستوطنين شتموه والترياء عليه وبيصل يعني دايما العامل المشترك هو تصرفات الاحتلال المسخرة ان الملك حسين وقتها سافر إسرائيل مخصوص عشان يعتذر لحكومة الاحتلال واثر انه يعذب نفسه أسر الصهينا اللي تقتل وعشان يتأكد ان دايما جرائم الاحتلال هي اللي وراء اي حاجة بيعملها الاردنين ضدهم سنة سبعة وتسعين برضو سيدة فلسطينية اسمها سونا الراعي عبرت الحدود عند نفس معبر اللمبي او الكرامة عسب اسمه الفلسطيني وكانت مخبية في هدومها مسدس ضربت منه نار على جنود الاحتلال واصابت كذا واحد واتقبض عليها وقت سجن التمن سنين اتحرمت خلالها من ان ابنها الوحيد يزورها الجريمة الاكبر هي اللي عملها نظام الملك حسين لما سلم جوز سونا الراعي للصهينة عشان يحققوا معاه ويعزبوه عشان يعترف بدوره في العملية بعدما المخابرات الاردنية فشلت تاخد منه اي اعتراب سونا الراعي عملت كده ردا على قتل الاحتلال لاخوها ابراهيم قبل التاريخ ده بكذا سنة العملية اللي نفذها اردنيين ضد الاحتلال كان فيها عمليات كبيرة يعني سنة 91 مثلا تلت شباب اردنيين كانوا طلبة في كلية الشريعة اتسللوا للارد المحتلة ومعهم سلاح واشتبكوا مع عساكر الاحتلال لمدة خمس ساعات بحالهم وقدروا اقتلهم انهم كزع عسكري اسرائيلي وفي الاخر الخمسة تقتلهم من العمليات الكبيرة اللي نفذها اردنيين كمان ضد الاحتلال عملية حصلت سنة 90 ردا على مدبحة كبيرة كان عملها الاحتلال جوه المسجد الاخصى في نفس السنة اللي حصل وقتها ان مجموعة متطرفين صهينة اقتحموا المسجد وكانوا عوزين يحطوا حجر الاساس بتاع الهيكل بالدراع كله طبعا اهل القدس جريوا على المسجد عشان يدفوا عنه وهنا جاء جنود الاحتلال وكانوا كتير وفتحوا النار على الناس بكثافة فقتلوا اكتر من 21 شخص واصابوا كتير ردا على المتبحة دي خمس شبان اردنيين منهم خمس اخوات اتسللوا للارض المحتلة برضو واشتبكوا مع دورية للاحتلال لمدة اربع ساعات وقتلوا واصابوا منهم كزا واحدة وتقتلوا واحد من الخمسة الاردنيين وبعد مطاردة طويلة الاحتلال ابض على البقية ومن العملات المهمة برضو عملية نفذها اردني اسمه سلطان العجلوني سنة التسعين كان عمره 17 سنة بس برضو داخل الارض المحتلة من الحدود الاردنية وقتل زابط من الاحتلال وبعدها اتقبض عليه وتسجن لغاية 2007 الحقيقة مش الهدف هنا ان احنا نعمل ارشيف للعملات اللي نفذها اردنيين ضد الاحتلال بعد معبر الحدود لانها كتير قوي لكن الغرض هو فهم التاريخ اللي بيقول ان طول ما جرائم الاحتلال موجودة ده هيستفز ناس كتير وهيستفزهم اكتر موقف الدول العربية من الجرائم دي فهيلقوا ان ما فيش حل غير ان كل واحد منهم يعمل اللي فيده بالتالي اذا كانت كل العملات اللي قلناها دي حصلت من سنين كتير فما بالك لما الاحتلال يفضل يدك في غزة سنة كاملة تقريبا ده السؤال اللي مستحيل الاحتلال يتراحوا على نفسه واللي مستحيل الامريكان والغرب يفكروا فيه رغم اسهال التصريحات المشرحية اللي بتطالب بحل الدولتين وبتتحايل على ناتنياهو يحترم نفسه والتزم في المفاوضات اللي شغالة بقالها شور المشكلة الاكبر ان الصمت العربي والدعم الغربي جرقوا ناتنياهو فاتنقل من مرحلة دك غزة لمرحلة التخطيط لمستقبل الضفة الغربية والاردن وكلام ده مش جديد ده من الالفين وعشرين لانه وقتها ناتنياهو اعلن انه شغال مع الامريكان على تأسيم جديد للضفة الغربية وانه هيضم اجزاء منها هي غور الاردن وشمال الوحر الميت طبعا دي مصيبة لكتير جدا من الاردنين لان اكتر من نص سكان الاردن اصولهم فلسطينيين وكتير منهم اتهجروا بعد النكبة لان من سنة 1950 الضفة كانت تحت اشراف الاردن بالتالي جزء كبير من اسرهم في الضفة وفيه تقديرات بتوصل بنسبة الفلسطينيين في الاردن لـ 80% غطرست القوة وصلت بنتنياهو انه يقف الامم المتحدة قبل 7 اكتوبر اللي فات ويرفع خريطة الضفة الغربية فيها جزء من الاحتلال الغريبة ان ناتنياهو لما رفع الخريطة دي ما صدرش اي رد فعل عربي عليه الايماء حتى من الاردن اللي هتحصل عندهم كارتة لو ناتنياهو ضم الضفة اللي كتير من عائلات الاردن لها اجزاء فيها والصمت العربي ده كان لان خلاص التطبيع الكامل بقى امر واقع خصوصا بعد اتفاقيات السلام الابراهيمي بين الاحتلال والامارات والمغرب والبحرين والاتفاق اللي اتعامل مع السودان واتجاه السعودية نفسها للطبيع لكن بعد وقفته في الامم المتحدة باسبوعين بالضبط حصل الهجوم بتاع 7 اكتوبر اللي عطى الكل ده بس ناتنياهو بدل ما يتعلم الدرس ويلم الدور قرر انه يتغاشم على الكل واشتغل دك في غزة ودبح الاهلاء وبعد كده نقل على الضفة الغربية اللي قواته موجودة فيها بقى لا اسبوعين ناتنياهو من كذا شهر وقبل حتى العملية العسكرية في الضفة طلق الوزراء المتطرفين في حكومته وهاتك يا تهديد لسكان الضفة الغربية واولهم بين غفير وسماتريتش التهديدات دي اللي اتحاولت بعد حوالي شهرين لعدوان على الضفة الغربية شبه اللي بحصل في غزة بالظلط الحاجة اللي طبيعي انها تنشر اليأس والغضب وسط كل العرب وخصوصا الاردونيين اللي اصلا في ارتباط بينهم وبين الضفة واللي ما بطلوش مظاهرات من بداية العدوان الصهيوني على غزة والامن الاردني قاين بالواجب وبيسحالهم وما بيفرقش من راجل وسط وعشان الصورة توضح اكتر الواضح ان مش بس اهل الاردن اللي الغضب بيدفعهم لعمليات زي اللي قنام شوية لا ده انت قابل حرب غزة اصلا جندي مصري ومحمد صلاح اقتحم الحدود من مصر والارض المحتلة السنة اللي فاتت رغم كل تبعية السيسي ونظامه لإسرائيل ونفذ عملية كبيرة وقت العساكر إسرائيلي يعني الموضوع اكبر حتى من الاردنيين القصة تتعلق بالغضب العربي الشعبي ضد اللي بيعملوا الاحتلال في الفلسطينيين وده غضب بيزيد يوم بعد يوم مع زيادة مجازر الاحتلال في غزة ومع اعلان ناتينياهو لخططه اللي بيقول بها انه مش شايف حد غير نفسه الكلام اللي فات ده كله بيقول ان عملية ماهر الجازي وقاب لها عملية المسلح الأردني اللي ضرب نار على الحدود مع الاحتلال ورجع وقاب لها عشرات العمليات على مدار سنين طويلة وعملية محمد صلاح كل دي حاجات الشعوب بتحاول تعترض بيها على اللي بيحصل وتقول ان لها رأي تاني عشان كده لو الغرب جد في انه ينهي الازامات دي كلها اول حاجة لازم يعملها هي انه يلم ناتينياهو ويقنعوا ان فيه ناس تانية عايشة جنبه وان رهان وعلى الحكام العرب بس رهان خاسر وان العمليات الفردية دي مش فردية ولا حاج بالعكس دي جامعية جدا لانها كتير ومتكررة بس بتحصل على فترات ما تبعدها وان العمليات دي مش هتوقف طول ما الناس حاسة ان محدش قادر على الاحتلال وناتينياهو لان تصرفاتهم وجرائمهم هي اللي بتزود مشاعر اليأس عند الشعوب العربية ونشوفكو على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة